مرحبا للناس الكل وده ثالث فيديو في قناة طاها درويش اللي اول مرة يشوف الفيديو دوا دي قناة كل جديد وحديث وجديد وفريد عن ادوات الصيد الحديث وطرق استخدامها اللي ما شافنيش او اول مرة يشوفني انا اسمي طاها درويش بورسعيدي مصري باشتغل في الامارات في امارة دبي في واحدة من اكبر شركات ادوات الصيد في الوطن العربي هي شركة بلوترز مارين هندخل في الموضوع على طول عنوان النهاردة وحلقة النهاردة عن مكينة لسه جديدة ويمكن دي اول مراجع عليها في الوطن العربي والشرق الاوسط المكينة لسه جديدة لسه منزلتش غير في شركة بلوترز واول صيز نزل منها لعشر تلاف لسه بقيت المأساة مجاتش حتى هي في اليابان لسه منزلتش في كل المحلات بكثرة انتوا عارفين ظروف الوباء ربنا يلطف بينا ويعديها على خير مراجعة النهاردة عن الصلتيجة زي ما انا قلت الصلتيجة مش دي خالص الصلتيجة الجديدة الصلتيجة الجديدة يا جماعة اهي جديدة كليا او زي ما بيسموها صلتيجة 2020 ندخل في الريفيو وندخل في الكابي سيتي لاين وندخل في المكس دراج على طول نزل بخمس مأساة زي ما اتكلمت خمس مأساة وقلت قبل كده طبعا هاي اللي هيقول لي انت اتكلمت وقلت فين هقول لك اتكلمت وقلت في معرض ادوات الصيد والغوص اللي كان من شهور فاتت في دبي وكانت معروضة هناك وكنت عملت لها ريفيو سريع المأساة اللي موجودة معايا مقاس ال 14000 الاكسترهاي جير ومقاس ال 10000 الباور جير وده انسب حاجة للفاست جيجينج ال 10000 و 14000 الاكسترهاي جير انسب حاجة لو هتشتغل بوبينج خلينا نتكلم ونسرت كل مكينة وكم وزنها او المكينة معانا هنتكلم عليها ال 8000 وتعادل في السلتيجة القديمة 4500 نتكلم في الوزن على طول ال 8000 باور جير 645 جرام الهاي جير ازيض 10 جرام هتبقى 655 نيجي للمكس دراج المكس دراج في المكينة 25 كيلو 25 كيلو نيجي للجيريشو بتاعها بالنسبة للباور جير 4.8 ويتيجي على طول الهاي جير 5.8 بالنسبة للخيوط تقدر تحط عليها بالنسبة للبيئي سري تقدر تحط عليها 400 متر 400 متر بريد لاين بالنسبة للبيئي 4 تقدر تحط عليها 300 متر والبول بيرينج 13 12 داخلي واحد هنا يبقى كده 13 تمام؟ ده بالنسبة لصايز 8000 بالنسبة لصايز 10 000 صايز 10 000 هنتكلم عليه ونقول انه صايز 10 000 يعادل في السلتيجة القديمة خمس تلاف او صايز الخمس تلاف نازل منه باور جير واي جير ليه واحد بيقول لي ليه يا طه انت بتذكر في كل مكينة ما تقول كل المكين في منها باور جير واي جير واي جير وايكسترا هاي جير هقول لك لا في مكين مش نازل منها باور جير وفي مكين مش نازل منها هاي جير فلازم اسكر كل مكينة على حده خلينا في مكينة العشر تلاف الباور جير ووزنها 655 الهاي جير من نفس الفئة اللي هي عشر تلاف نفس الوزن 655 والمكسد راك 25 كيلو الجير اي شو بالنسبة للباور جير فور بوينت ايت وبالنسبة للهاي جير 5 بوينت ايت تيجي تكلم في اللاين كابسيتي او بتاخد قدي اي خيط بتاخد في البيئي فور ربعمائة متر وبتاخد في البيئي فايف تلتمية متر ونفس الموضوع البول بيرنج 13 بول بيرنج هتيجي ونتكلم هنا بقى اللي اختلاف هيظهر ان المكينة دي اللي هي 14 ألف دي نازل منها باور جير واكسترا هاي جير مش نازل منها هاي جير هتيجي تتكلم ان وزنها 665 سواء باور جير او اكسترا هاي جير دي او ال 14 ألف اكتر مكنة بتتاخد بالنسبة للبوبينج سايز ال 14 ألف اكتر حاجة مطلوبة او ده سايز اكتر شيء بيتسحب او اكتر شيء مطلوب هتيجي تتكلم في الباور جير 4.8 ده بالنسبة للجير ايشو عشان دي المكنة الوحيدة في مكاين السلتيجة اللي لسه نازلة هي الوحيدة الاكسترا هاي جير هتلاقي الجير ايشو بتاعها عالي الجير ايشو بتاعها 6.2 وبتاخد في البيئي 5 400 متر وبتاخد في البيئي 6 300 متر وده طبعا انا شايف انه هو مناسب جدا هننزل او نتكلم عن المكنة اللي بعد كده المكنة اللي بعد كده اللي هي 18 ألف 18 ألف وكانت تعادل في المقاس او في السلتيجة الاديمة 6500 نازل منها باور جير وهاي جير بالنسبة للباور جير 875 جرام وزنها وبالنسبة للهاي جير 885 جرام نجي نتكلم المكس دراك كل اللي انا اتكلمت عنهم المكس دراك كان 25 كيلو انما بالنسبة لل 18 ألف ولا 20 ألف هتلاقي المكس دراك بتاعها 30 كيلو الجير ايشو بالنسبة للباور جير 4.5 وبالنسبة للهاي جير 5.8 وهتاخد من البيئي 6 400 متر وهتاخد من البيئي 8 300 متر والبول بيرنج 13 12 و 1 تعالى ندخل في اللي بعد كده هندخل في اللي بعد كده اللي هي العشرين ألف ودي مش نازل منها لباور جير ولا اكسترا هاي جير نازل منها هاي جير فقط الوزن بتاعها يا جماعة 890 جرام ماكس دراك 30 كيلو 30 كيلو جيري شو بتاعها 5.8 وهتاخد من البيئي 8 400 متر وهتاخد من البيئي 10 300 متر والباور جير 13 سوري البول بيرنج 13 ده كانت مراجعة سريعة للسلتيجة هتكلم وهتقول لي مميزاتها ايه هقولك ان دي كلها كل اللي انت شايفو ده ترس واحد ترس واحد كامل تخيل الدراك بتاعها عامل ازاي المكينة كلها سيلد مقفولة تماما 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 مفيش مصمار خالص زي ما انتو شايفين مفيش اي مصمار فمفيش اي فرصة ان المية تدخل جوه وتعمل الصدى الصوت بتاع الدراك تغير تماما ما عادش زي زمان زي زمان كنتش في ناس كتير مكنتش بتحب الدايو بتقولك انا بحب استمتع بصوت الدراك ومش قادر مفيش فيها صوت دراك بيطردني نازل منها من الشركة تلاتة نوب البول والبيضاوي سواء النيفي بلو او الجولد طبعا المكينة ماكسيلد وماكسيلد انا كنت اتكلمت عليها قبل كده يعني ايه ماكسيلد وديوة منزلة يعني ايه ماكسيلد وزي عشان كده بقولكم في حاجات مش بتكلم عنها هنا في القناة هتكلم عنها فيما بعد بس اللي مش متابعني على انستجرام طاها درويش او انجلر طاها درويش او طاها درويش انجلر فيته كتير طبعا المكينة من الفئات الهاي اند او الليفل الاعلى فخلينا نقول ان دايوة بتعمل كل المكاين بتاعتها اللي هي الهاي اند بتعملها في اليابان فمش هتلاقيها مدين فيتنام ومش هتلاقيها مدين تشاينة المكينة يا جماعة واو اللي انا مسكها في ايدي دي اربعتاشر الف انت بتتكلم يعني ستمية خمسة وستين جرام خفيفة جدا 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 سموز او يا جماعة مفيش صوت حاجة روعة زي ما انتو شايفين اه لو اعدت اتكلم عنها مش هديها حقها المكينة بصراحة روعة في كل حاجة في الدراج في وزن في ديزاين تحفة صراحة تحفة التحف دايوة جماعة ابدعت في المكينة دي بصراحة في كل حاجة كل حاجة ابدعت فيها مفيش حاجة تانية اتكلم عنها لو انا نسيت حاجة ياريت تسيبولي في الكممنتس انا نسيت اتكلم عن ايه في المكينة انا مش حابب اطول حابب تكون فيديوهاتي سريعة عشان متملوش منها اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة وفعل سر زر الجرس عشان يقدر يوصلك كل حاجة من قناة طاها درويش وفي نهاية الحلقة هسيب لكم صوت المكينة عشان تسمعهم الجرار زي ما انا بسميه كان معاكم طاها درويش من قناة الصياد طاها درويش لكل جديد في عالم الصيد واتمنى يكون الفيديو عجبكم وما ملتوش منه اشوفكم على خير اشتركوا في القناة